أشهد أن محمد رسول الله وحين بضحكاتي يا يمال الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وبعد فهذه رسالة لك يا أم الشهيد أقول فيها اعلمي أن هذه الحياة لا تصف لأحد فما تكاد تكتمل للمؤمن بالزواج والذرية إلا وتبدأ المعاناة مع الأبناء بالتربية والسهر والنصب والتعب ويا لها من مصيبة لو زادت هذه المعاناة فوصلت إلى درجة فقدان هؤلاء الأبناء الذين تعبت في تربيتهم ومحبتهم وإفاضة الحنان عليهم إلا أن هذه المصيبة هي يسيرة على من ألهمه الله الصبر ومكن في قلبه الإيمان وعلم أن ما أصابه هو بقضاء الله وقدره وأن عليه أن لا يتذمر ولا يعترض فلا يفيد إلا الصبر والاحتساب فالله سبحانه وتعالى يقول إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين اعلمي يا أماه أن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة الذي فقد سبعة من أبنائه فلم يتذمر ولم يعترض بل إننا نراه حال فقد إبراهيم يقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فما هو القول الذي يرضي ربنا يقول سعيد بن جبير ما أعطيت هذه الأمة عند المصيبة كقولكم إنا لله وإنا إليه راجعون ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب الذي يقول يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم أيتها الأم أيتها الأم العظيمة يا من قدمت أبنائك في سبيل الله وللدفاع عن أعراض المسلمين وكرامتهم وأرضهم وشرفهم اعلمي أنك أنت الرابحة أما عن الإبن الذي قدمتيه فاعلمي أنه في جنان الخلد بإذن الله سبحانه وتعالى وإذا كان كذلك فلم الحزن ولم البكاء هذه أم حارثة أم الربيع تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن ابنها حارثة وكان قد أصيب يوم بدر تقول يا رسول الله أخبرني عن حارثة أهو في الجنة فأصبر وأحتسب أم أنه غير ذلك فأبكيه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى إذن هي تقول إن كان في الجنة فلا بكاء ولا حزن وينبغي أن يكون هذا حالك وأما عنك أنت فاعلمي أن الله سبحانه وتعالى قد فتح لك بالصبر على فقط ابنك بابا عظيما من الثواب والأجر يصل إلى دخولك الجنة وتحريم النار عليك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابيات حينما جمعهن وألقى كلاما عليهم قال ما من كن امرأة تفقد ثلاثا من الولد فتحتسبهم إلا أدخلها الله الجنة تقول امرأة واثنان يا رسول الله قال واثنان وفي البخارية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا حرم الله عليه النار أو فتمسه النار إلا تحلة القسم لذلك أيتها الأم إن الله سبحانه وتعالى يزيد على ذلك بأن يبني لك ولبنك بيتا في الجنة اسمه بيت الحمد كما ورد في الترمذي بحديث حسن أن الله سبحانه وتعالى عندما يموت للعبد ابن وولد يقول للملائكة أقبضتم روح ابن عبدي أقبضتم ثمرة فؤاده يقولون بلى يا رب يقول ماذا قال عبدي يقولون حمدك واسترجع أي قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول الله تعالى لملائكته أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد لذلك أيتها الأم يا أم الشهيد اعلم أنك أنت الرابحة وإننا والله وجدنا في ثورتنا الثورة السورية من النماذج الناصعة التي تسجل بماء الذهب وجدنا كثيرا من حفيدات الخنساء اللواتي قدمنا أولادهن الواحدة تلو الآخر للشهادة في سبيل الله وهن صابرات محتسبات ووجدنا أمهات يفقدن مع الولد الديارة والأهل وهن صابرات محتسبات نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يضيع لهن أجرا وأن يجعل أبناءهن ونحن معهم كذلك في الجنة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة